اشتركوا في القناة الغريبة والمفيدة والمسيرة يوم بنصور وطويت ويوم تاني بنصور شجرة مفيدة زي اللي قد ابدأ دي وحنتكلم عنها دلوقتي يوم تاني بنطلع نصطاد تعبين مع الناس اللي بيصطادوا بنوريكم الوادي وعيشة الوادي اخبارها ايه وايه النباتات اللي عندنا وفيه ناس بتساعد الناس ازاي اللي بيصطاد تعبين طبعا بيستخدمها لاغراض طبية واللي بيصطاد عقارب لاغراض تجارية مثلا او انه بيمنع ازايها عن الناس النهاردة بقى من ضمن الحاجات الجميلة اللي انا جابها لكم هنتكلم عن نبتة جميلة اسمها شجرة نبات العشار او العشر او العشور فيه ناس بتسميها الحريرية لان الحريرية دي بياخدوا منها الياف زي ما حنشوف دلوقتي في الفيديو بيصنعوا منها سجاد وملابس وحاجات جميلة النبتة دي نبتة صحراوية تمام بتنبط في الصحرا مش في الاماكن اللي حوالين النيل وفيه ابحاث ودرسات موجودة عن الحاجات دي وحتى فيه دكتور من الوادي الجديد هنا كان عامل عنها بحث ثاري بامانة يعني وحاجة جميلة جدا النبتة تقريبا يعتبر بينمو في سيناء وبينمو في الوادي الجديد لان هم اكتر منطقتين صحراويتين فهو بينمو عندنا بكثرة موجود في مدينة الدخلة انا ما شفتوش في الخارجة بصراحة بس يعني بشوفه كتير جدا في مدينة الدخلة في موت وموجود في قرية القلمون وموجود في المعصرة الشجرة اللي انا بصورها دي موجودة في طريق موت المعصرة النبتة زي ما احنا شايفين الورق بتاعها عريض وبسم الله ما شاء الله هي دائمة الخضرة يعني النبتة دي بتفضل خضرة طول السنة مش بتنشف تمام اللي هي الشجرة نفسها الجزع بتاعها والورق بيفضل اخضر طول السنة النبتة دي سبحان الله فيها الداء والدواء زي ما بيقولوا كده زي ما فيها نسبة شفاء زي ما فيها نسبة سمية يعني لو الواحد تناولها بكثرة وهي لها طرق طبعا هنحاول نبحث عنها ونجيبها ازاي بيتم تناول نبات العشار او العشر ده زي ما احنا شايفين كده المادة اللي بتنزل منه دي دي مادة شبه الحليب مادة لها ملمس كده لازج المادة دي لما بتقطعه بتنزل المادة دي بيجمعوها وبيستخدموها لغراض طبية طبعا بيستخدموها لما يكون فيه مثلا دمام اللي هو الدم اللي بيطلع في الانسان ده بيستخدموها فيه الغريب بقى فيها يعني النبتة بتاعتها وهي خضرة فيها حاجة من جوه كده شبه المنجا شبه مول المنجا اللي هي الابيض اللي انا بفتحها دي النبتة دي فيها حاجة جميلة حورها لكم دلوقتي فيها الوان من جوه يعني تبارك الخلة بأمانة يعني بالمناسبة انا حابد باشكر الساز محمد جمال صاحب قناة اتعلم تمريض مع محمد جمال لان هو اللي ساعدني في تصوير هذا الفيديو وناس كتير شجعوني وقالوا لي استمر في النبتات الغريبة والنبتات الصحراوية اللي موجودة في الوادي الجديد انا بقدم لهم كل الشكر طبعا كل حد بيفيدني بكلمة او بيساعدني او بيحل لغزم اللي احنا بنوضحه زي ما انتو شايفين دلوقتي هنفتح اللحاء من جوه او القلب بتاع احنا بنسميه مول الحاجة اللي جودي بنسميها مول زي ما انتو شايفين كده شبه السمكة حاجة يعني سبحان الله تبارك الخلاق حاجة جميلة جدا بامانة جوها الياف الالياف دي بيستخدموها طبعا وبيحرقوها بيستخدموها في صناعة البرود يعني في بعض الدول بيستخدمها في صناعة البرود لان موجودة في الهند يعني النبتة دي موجودة في الهند ومزروع منها الاف الافدنة لان هي ذات عائد مد كبير بصراحة النبات ده بيطول لاثنين وثلاثة متر وبعض الاحيان بيوصل لخمسة متر يعني ممكن تلاقي شجرة من الشجرة من الشجيرات دي بتوصل لخمسة متر زي ما احنا شايفين كده في حالة قطع الجزعة بتاعها بينزل المادة اللي هي الصمغية دي دي بيستخدموها طبعا استخدامات طبية الورق كمان ليستخدامات طبية ورقها ليه ملمس ناعم جدا طبعا والورق عريضة زي ما احنا شايفين اهو زي ما شايفين الحاجة اللي شبه الحليب اهي بتتساقط طبعا النبات ده بيستخلصوا منه سكر اسمه سكر العشر السكر ده مفيد للمعدة جدا والكبد والكلة والمسانة وتقرخات المعدة بس ليه طريقة لاستخدام يعني مش بيتم تناوله كده لا ده ليه طريقة معينة في الاستخدام عشان محدش يروح لقى النبتة دي فيستخدمها على الاطلاق لان فيها نسبة سمية عالية دي بتسمي البني ادم يعني بيتناولها بنسبة كبيرة طبعا بتسبب له امراض اه اللهم صلي على سيدنا محمد السلام الهنود استخدموا بقى النبات العشري دي في صناعة خيوط الملابس بيعملوا منها هدوم الخيط اللي بيعملوا منه الملابس والهدوم والسجاد واكتر حاجة بيستخدموها بقى لان هو الالياف دي يعني الالياف قوية جدا بيستخدموها في الشبك بتاع الصيد الاسماك فتخيل ان هو قد ايه قوي او ان هو بيتم تطويعه عشان يبقى حاجة قوية ولما بياخدوها ويحرقوا النبتة دي بيطلع منها فحم الفحم ده بيستخدموه في صناعة البرود اه موجود زي ما قلنا النبات ده موجود في امريكا اللاتينية وموجود في جزر الهند ومزروع بكسرة هناك لان ليه عائد مدي محترم طبعا النبات ده يعني لما السمرة بتنشف بياخدوها بيطحنوها طبعا زي ما احنا شايفين الفرق بين اللي هي السمرة الجديدة والثمرة النشفة اهي موجودة تمام ده الفرق بين الاتنين بصوا بتتكسر ازاي في ايدي تمام انما التانية لها مال مصطر كده هي شبه التفاحة او شبه المنجا اه دي بقى اللي هو الظهرة بتاعتها دي اللي بيستخدموها في علاج الكوليرة يعني هنحاول نجيب الطريقة بتاعتها ان الظهرة اللي هي اللي لونها جميل دي دي بيستخدموها في علاج الكوليرة فسبحان الله عندنا علاج الكوليرة موجود في الوادي الجديد وموجود بكسرة يعني سبحان الله يعني حاجة بتنبط الهي طبعا مفيش حاجة اسمها زرع شيطاني او نبت شيطاني اسمه نبت إلهي أو نبت رباني يعني ربنا سبحانه وتعالى هو القادر على الإنبات وعلى الحاجات دي النبتة دي كمان لقوها أن هي بتفيد في الوقاية من السرطان الوقاية من الإصابة بالسرطان مش علاج السرطان يعني النبتة دي لما بيتم استخدامها بطريقة معينة هي بتساعد في كده طيب النبتة دي لها أثار جانبية مضرة آه لها أثار جانبية مضرة هنقولها بسرعة كده أن هي ممكن تتدخل مع موظائف عضلة القلب يعني ممكن تسبب مشاكل في القلب آه لو لو حد تناولها أو تنابل الحليب اللي نازل منها دي هيحس أنه هو بالقيق والغسيان ودي طبعا حاجة مش محببة طبعا لو تناولت السمرة بتاعتها دي أو جزء من أجزائها هتحس أن دقات القلب ضعيفة فلازم ناخد بالنا من حاجة زي كده طبعا ما ننصحش به في الحمل والرضاعة آه أتمنى أتمنى أن يتم إنتاج نبات العشور بما أن ليه فايدة كبيرة جدا آه طبعا عايزين ننوه أن النبات ده ممكن يسبب الوفاة عند بعض الأشخاص ومحدش بينصح يعني محدش ينصح أن السبت الحامل اللي هي تتناول لأنه بيأثر على الحمل والرضاعة آه أشكركم جدا وأتمنى من طبيعتكم ودعمكم للقناة أحمد سنوسي ترجمة نانسي قنقر